لم تبشر الأمطار التي انهمرت فوق محافظة صلاح الدين المحررة بقدوم فصل الشتاء بقدر ما أنذرت أهالي المحافظة وقرها وقصاباتها بما سيلقونه في الأشهر المقبلة من كارثة سنوية تحل بهم دون أن يجدوا لها حلاً رغم المنح والمساعدات وموازنة إعادة الإعمار لإقامة مشاريع تحسين البناء التحتية أمطار الخير أغرقت قضاء سامراء بأكمله وحصرت البعض وحلت ضيفاً ثقيلاً على بيوت آخرين فاستنفرت الدوائر الخدمية بكوادرها وعجلتها جميع طاقتها لسحب المياه من كل مكان بحسب معاون محافظ صلاح الدين للشؤون الفنية لأنقاذ العوال وكذلك لتصريف ما يمكن تصريفها من مياه الأمطار والحمد لله الحملة مستمرة في رفع مجاري رفع مياه الأمطار من المناطق التي تعرضت إلى قرق تكفي هذه العليات قليلة ولكن هذا الجهد المتوفر في كافة دوائر محافظة صلاح الدين مدير بلديات صلاح الدين فائق مطلق نشد الحكومة المركزية لإكمال مشروع الصرف الصحي لسامراء لما له من أهمية في القضاء جديدة لهطور الأمطار الغزيرة وغرق عدد من الأحياء السكنية غير المخدومة بالمجاري وإن شاء الله سيكون هذا الجهد نحو معالجة المشكلة الموجودة بالشكل المطلوب وطبعا من خلال هذا المنبر أيضا نناشد أنه يتم إكمال مشروع مجاري سامراء الكبير لغرض معالجة الحالة بصورة جدرية قائم مقام قضاء سامراء محمود خلف قال أن جميع الجهود تتضافر لإنقاذ العائلات في المناطق الغير مخدومة بشبكة الصرف الصحي هناك كاموربياند يكون يوم غد عطلة للمدارس والجامعة فقط وبقية الدوار ستكون وين كان هي منذ الصباح الباكر بالإنذار وسنستمر إلى الصباح وممكن إلى اليوم الآخر لحينما تتم مساندة الجميع ونحتوي هذه الأزمة إن شاء الله الخدمات واحد من أعقد الملفات التي خرج من أجلها المتظاهرون والبنى التحتية ومنها الصرف الصحي تزيد معاناة المواطنين في كل مكان أما المشاريع المتلكئة فهي مأساة المدن المحررة من الإرهاب فمتى تنتهي المعاناة؟